كما سبق أن ذكرت لحضراتكم دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفعال في تنظيم مهرجان العالمين الجديدة وكعادتها تقدم قصة نجاح جديدة في إدارة كبرى الفعاليات وللحديث عن تفاصيل دور الشركة وخطتها للترويج والتغطية الإعلامية لمهرجان العالمين الجديدة والعائد الاقتصادي له رحبوا معي بالسيد عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مساء الخير جميعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة نيفين كلاني وزيرة الثقافة زملاء الصحفيين والعالمين شكرا على حضركم اليوم للمؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة في نفس المكان الذي شيدت فيه العالمين ومنذ أكثر ومنذ أقل من عشر سنوات لم يكن أحد باستدعاره أن يضع قدما في هذه الصحراء المليئة بأكثر من 21 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية وكثيرا ما تسائل المصريون وحتى الأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة لماذا لا تستغل هذه البقعة الساحرة المطلة على أفضل شاطئ على ساحل البحر المتوسط ومع تولي القيادة السياسية أمور البلاد وجهت بحل كل هذه التحديات وتنمية الساحل الشمالي الغربي بالبدء بإنشاء مدينة العالمين الجديدة في وقت قياسي وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمي لتحول الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية إلى أهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ومن خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدقوب نجحت الدولة في تحقيق معجزة العالمين الجديدة لتصبح محطة أنزار العالم وللتكامل مع هذا النجاح الذي حققته الدولة في إنشاء هذه المدينة الساحرة فكرنا في إطلاق مهرجان العالمين الجديدة يشارك فيه نقبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتضم فعاليات المهرجان أنشطة مختلفة في مختلف المجالات الفنية والترفيهية بما في ذلك الفنون والموثيقة والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والرياضات المائية وغيرها بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار ويشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة ويعد فعالية مميزة تضيف إلى ظاهرة الحياة الثقافية والترفيهية في مصر السادة الحضور أن اهتمام الشركة المتحدة للخدمات العالمية بالمشاركة في التنظيم والترويج لمهرجان العالمين الجديدة يأتي من منطلق حرصها على دعم الاقتصاد الوطني وإثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد خاصة في زل ما يحققه المهرجان من عوائد متنوعة منها وأمها تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال أجندة متكاملة تضم برنامج غني بالحفلات والموسيقى وانشطة رياضية وترفيهية تحدث لأول مرة على أرض مصر ليكون عنصر جذب للسياح بمختلف اهتماماتهم ومن المستهدف أن يستقبل للمهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتصبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل وجهات في العالم وضعها على خريطة السياحة العالمية كما يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ويدعم المهرجان كذلك تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد من خلال مجموعة من الفعاليات الممتعة التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية ويشارك فيه أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم مما يجعل المهرجان فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه والاستمتاع بالأجواء الصيفية الجميلة سعداء بما حققت الدولة من تطوير عمراني وتنمية متكاملة ونأمل أن نساهم في ترويج لهذه النهضة العمرانية بما ينعكس على اقتصاد مصرنا الحبيبة وفي الختام أود أن أشكر السادة الوزراء على حضرهم والشكر موصول أيضا لكبرى الشركات والمؤسسات الوطنية على المشاركة برعاية المهرجان الحقيقة أنا هنا عايز أقول أن الشركات الرعية يعني ما خدتش الحقيقة أي وقت بالعكس كانوا متحمسين أكتر مننا لفكرة المهرجان فأنا عايز أشكر البنك الأهلي المصري وهي أشكر سيتي أدج وشركة وي والبريد المصري وشركة حديد عز أيضا جزيل الشكر للشركات الشركاء في هذا النجاح إن شاء الله شركة سكاي دايب فيروز شركة كونسل ماسترز شركة بيو دي شركة دي أس بلاس تسكارتي ايتوس سيكورتي وشركة هايلايتس وشركة دينو اكتيفات اكتيفاشنز وشكرا جزيلا لكم جميعا وإن شاء الله تستمتعوا معنا بالمهرجان في خلال الشهر ونص الجايين فعليات كتير لأول مرة إحنا بنعمل مصرح في العالمين لأول مرة حيبقى لسا متفهين مع معالي الوزيرة دلوقتي هيبقى فيه فعاليات كل ويك اند على الشاطئ فرق الفرنون الشعبية وكثير من الفعاليات إن شاء الله تبقى تعجب الجميع شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا